من اليوم لا يمكنك أن تقول الخبز هذا لا ينجح لك على خاطر لديك كامل أسرار نجاحة كيف ينتفخ لك وكيف يجيك خفيف وخاوي من الداخل وكمية كبيرة والمقادير غيب الكاس مع صلصة الميوناز بنكهة الشواء وجبت لكم صندويش يهبل سواء في المنظر أو في البنة ذوق خرافي وصلونا الفيديو الالف لايك واشتركوا في القناة إذا كنت اجداد زوج كيسان ما دافي زيدي 4 مغارف صغار خميرة الخبز المغارف صغيرة على القهوة و3 مغارف ونصف تع سكر بنفس المغارف تحركي مليح بالفوي ونعبر الفارينة بنفس الكاس اللي عبرنا به الماء جيب كاس اللول تعال الفارينة أي دقيق الأبيض خلطي مليح بعد زيدي الكاس الزاوج ووصل التحريك من بعد زيدي الكاس الثالث ونحركو كذلك نتحصل على هذا القوام الساميك نحبسه من التحريك ونزيده 3 كيسان تحفارينة أي دقيق الأبيض المجموعة تحفارينة 6 كيسان ستة كؤوس دقيق أبيض ومن بعد حركي بالمغارف تكون كبيرة هكا باش تساعدك ما تنسقلكش في يدك في أول مرة من بعد تحطي العجينة تاعك حطيها في طاولة العمل يعني البلاصة اللي تقدري تدلكي فيها خوي كامل قصعة تاعك في طاولة العمل ووجدي الماء يكون دافي وحطي زوج مغارف تاع ملح بنفس المغارف اللي عبرنا بها الخميرة والسكر روش عليها شوية تعمى ونحط العجينة فوق الملح ونبدأ ندلك فيها دلك خفيف إذا غلطتي وزيدتي شوية ما في العجينة وجريتلك جيبي مغارف صغيرة تحفيرينة حطيها على طاولة العمل وبدأت تدلكي في العجينة تاعك وتلمي بهذه الطريقة والعجينة عمرك ما تقطعها في دلك حاولي دايما تلميها بأصابعية ذاكي بهذه الطريقة خليها طريق يعني تلسق في الدين ما تنشفيهاش دلكي حوالي دقيقتين بعدكين غطيها لها في طاولة العمل غطيها لها بالعلبة تكون يعني ما تضخرش الهواء لمدة 30 دقيقة حتى 35 دقيقة والاحتى الربعين دقيقة بعد مرور وحدة الربعين دقيقة شوفوا الاختمار لهي بارك نجيب ملعقة كبيرة تاع زيت او ملعقتين زيت زيتون او زيت المائدة عادي هنا ندهن ندهن كذلك الهجينة وندهن كذلك الهجينة شووش هلا هي الطريقة ورطبة ندهن كذلك الهجينة نقلعها كامل هو اللي فيها ونلمها بهذه الطريقة ونقلعها في الطاولة العامل كذلك نقلعها بالزيت نقسم العجينة التائلة قسمين وكل قسم سنقسم منه كوريات صغيرة نرى الحبيات هنا قطعوا لي 22 حبه خبز البطبوط من بعد نجيب السميد السميد يكون ناعم نرمد الكوريات في السميد ونضعهم جانبا ونضعهم جانبا ونضعهم جانبا حتى نكمل كمية خلي الكوريات تريحه 5 دقائق من بعد نجيب السميد ونضعه على طولة العمل ونضع الحبه حليها بالحلل في هذه الطريقة حليها رقيقة وليس رقيقة بزا 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 لو كنت ترى السمك ونضعها حليها ونضعها كمية ونضعها ونضعها نضع السمك نكون وجهة الطاجين يسخن درجة حرارة مرتفعة نضع الخبز مباشرة نقلبها 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 حتى تنتفخ معك بهذه الطريقة هذا هو السر انتفاخ الخبز البطبور لا تجعله الطيب ملتحت و تقلبه و نعطيك واحد العبسة واحد اخرى اشتغلق و هناك نقطة مهمة جدا إذا لم تتفخت لك الحبة فهناك شيء واحد يمكن أن تكون فيها التقب صغير يخرج منها الهواء يخرج منها الدخان لاحظة معي هذه الخبزة والخبزة الأخرى لا تخرج يخرج منها يعني رهامة قوبة جاء بمغرفة و تبقى تفضل و تبدأ الخبزة تنتفخ هذه بعد أن تطيبت كامل الخبزة يمكنك القطعة 6 كقوس فقط و داخل خاوي لا يمتع الجن يمكنك أن يكون خفيف تحب الجن لكم أحب المقص هي من المقص أحسن لا يمكنك لا يمكنك أن تكون مخفيفة تقديره تعمره نحن تقديره أي شيء لا يمكنك أن تعمره سلق سلق اليوم جبت لكم السلسة المايوناز بنكهة الشيواء كيف تحضرها و تحصلها على قوء يعني ذوق الشيواء كيف يدير الججم أو الحم و أنت لا يديره أو في صندويج تاعك المهم ذلك كيف نحضر السلسة المايوناز بهذا الجبن هذا الجبن هو المفضل عندي في الأجبال يعني يجي لقود تاعه هبال فاللي ما جربه نصح باش يجربه فهذا اسمه جبن المدخن لدي حليث معاكم باش نوريكم اللون تاعه و عنده واحدة طراوة يعني كتاب اللي يدوب في الفم شوفوا الله يبارك عنده واحدة الريحة تهبل المهم إحنا ما غاليش نسحقه كامل هذا في السلسة هنا غالي ندي مخصوص غير يعني قطعة صغيرة بهذا الحجم هذه تكفي وتوفي يعني باش دي لي السلسة تاعه وتوكلي كامل عائلة هذا المشوي يعني بالأحرم مشوي لأنه غالي تحسيك شغل حطيتي في الصون ويشتاك المشوي سوف نسحق وغي هذه الكمية صغيرة للسلسة تاعنات عنها اليوم و اللي بقعت قد ندسع في التلاجة و ضروري نغطيها مليح ما نخليش الهو يدخل له هكا في الكيس نزيد نغلي فيه مليح و ندسع في التلاجة نحضر سلسة المايونيز جيبي حبة بيت حطيها في الإناء تاعك ميكسيها خفيفة ضربة حبثة ثم نصف ملعقة صغيرة من الموتاقد هنا يدور الخردل لأنه يمتصل لنا كامل هذه القهمة تاع الزيت ضربة بالميكسير و زيدي الزيت حوالي كاس هذا الكاس ثم نزيده و نظر كاس جديد فلفل و النظام نضيفة الجديد ولن نج hyperlาง في giard أبثة بدورة نضيف الزيت بإطلاق نضيف جبن المدخن ثاني نضيفها كمية اللي قلت لكم عليها ونزيد نميكسها نضيف جبن المدخن ثاني نضيف كمية اللي قلت لكم عليها ونزيد نصف كاس آخر كما تشوفه دروك زيت نسب كأس اخرت على الزيت هكا يكتعلك كمية كبيرة بدأ يطلعي وتهودي تحصلي على هاد القوام تقين لهي بارك و ريحة المدخن ما شاء الله هنا بعد ما كنت المايونيستاي كما تشوفوا قوام بتاحه لهي بارك شوفوا ريحتها يتبل يعني كشوفوا لكي حاطة شواء صراحة دوقها رائع نصحكم بشربوها بنسبة للخبز هذا كنت تخدمتها قبل بليلة يعني نتيبة تحتها في ضيبة خليفة اللاجة الغدوة من ذلك يعني يديره في الكيس كماكا و بالعليم ملاح و خليفة اللاجة قبل بساعة و لزو سوية حطيه في البوطاجي في المطبخ عداك خدمي به بالنسبة للحشواء اختياري تقدري تدير لي عجبك اما انا فاقلت شوية بطاطا حبابيض فايدة و شوية جزر مبشور جبت المايونيز طليت الخبز من الداخل بهذه الطريقة و كنت قبل بنهاردت لهم العصبان فيه يخرج ثاني يحب الصراحة جربه ثاني بالعصبان علامة هنا كما تشوفوا قدر شوية جازر و البيت فايد تقدري تمام ذلك البيت فايد الترابيه و كنت وجدت المقلة فيها شوية على زبدة تسخن ثم حميت مليح حطيت الخبز و ضغطت عليه ضغطة خفيفة ثم تقلب على جهة الزوجة يتحمر ثم تضغط ثم تضغط سلزة المايونيز بنكهة الشواء و نزينها بشرائح الجبن المدخن صراحة ما ترطوش هذا الذوق لانه خرافي بنته ولا اروع المهم هذه الصلصة كانت من اجتهاد الخاص يعني من ابداعي ان شاء الله تكون عجبتكم نتمنى تجربوها و تردو عليها في تعليقات و كذلك تبردجوا الفيديو بالنسبة للجبن المدخن هات تتلقاوها في المحلات يعني كان يبيعوه فمعليكم ستجربوها وبصحتكم الوصفة شوف الله يبارك المنظر تحي شهي و من تاكلها تشهي كتر و كتر و كأنك حط فيها الحم شوي و الجشم شوي ولكن غير البيض والبطاطا أرغم داية انتم حالة المهم مفصلة لهذا الفيديو اتمنى يكونوا خفيف و ضراف على قلوبكم لا تتساونيش باللايك و دعم القناة و وصلونا المئة ألف مشترك ان شاء الله يا ربي شوفوه شهرية شهي اشتركوا في القناة